اشتركوا في القناة احباط مؤامرة على مؤسسات الدولة في اول خطاب له امام القيادة العامة للجيش نتوقف عند خطابه نتوقف في هذا الاثنين استعدادا لثلاثاء الخامس والاربعين ثلاثاء طلبة والمواطنين حراك الشعبي مستمر واطلاق صراح اليوم سميرة مسوسي ناشطة بعد انقضاء مهلة ستة اشهر من حبسها وناشطين اخرين بسبب الراية الامازيغية وايضا اطلاق صراح ناشطين اخرين والجدل المستمر حول الحريات في الجزائر حول الاعتقالات حول الذين ما زالوا يقبعونها في السجون الذين عارضوا المنظومة العصابة فيما من كان يسبح بحمد العصابة ما زالوا يتصدرون المشهد من كان يقسم حتى بان برنامج فخامة الرئيس بوتفليقة سيستمر هو الرئيس ويستدعي من الارشيف كما يعلق الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي اشخاصا ليتحملوا كما قيل مسؤوليات الوزير الاول المكلف عبدالعزيز جراد الذي يعين بوزبوجر الذي كان يرأس هيئة المفروض لمكافحة الفساد ليعينه مدير دواله وتبون يعينه وزيرا للاتصال في حكومة سلال في حكومة بوتفليقة ناتقا رسميا باسمه محند السعيد ناتقا رسميا ووزيرا للاتصال مستشارا للاتصال ناتقا باسمه الرئاسة عينه تبون قبل ان نبدأ النقاش مع ضيوفنا نتابع جانبا من خطاب قائد الاركان الجديد قائد الاركان بن يابا سعيد شنغريح اليوم اجتزنا جنبا الى جنب مع الشعبنا في الفترة الاخيرة من تاريخنا المعاصر مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض ذركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفاع بها الى مستنقع الفوضى والعنف الا ان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر من خلال السهر على مرافقة المسيرة السلمية وحماياتها دون ان توراق قطرة دم واحدة علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من ادى مهامها في احسن الظروف والاسرار على البقاء في ظل الشرعي الدستورية والتصدي لكل من يحاول مساس بالوحدة الوطنية ولا لقد ساهم الجيش الوطني الشعبي الى جانب مصالح الامن في انجاح تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة وتأمين العملية الانتخابية وضمان جوء من الهدوء وفي هذا السياق فاننا نؤكد اننا سنبقى مجندين في خدمة الوطن ولن نتخلى عن ارتزاماتنا الدستورية مهما كانت الظروف والاحوال وسنظل بالمرسات في مواجهة اعداء الوطن وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية سعيد شنغريحة متحدثا اليوم ينضم إلينا في النقاش دكتور يوسف بوشريم الخبير في تكنولوجيا الاتصالات والناشط سياسي عبر خدمة سكايب من الجزائي دكتور يوسف بوشريم ما رأيك خطاب سعيد شنغريحة هل تغير الخطاب من نفس خطاب جايد صالح وكانت الأنباء الفرنسية في قراءتها تقول أنه شنغريحة يتحدث عن إحباط مؤامرة في إشارة إلى حركة الاحتجاج على النظام ما رأيك مساء الخير أخي جمال مساء الخير لك ولمشاهدي قناة المغربية الظاهر أنه أنا أخذت حوالي نقطتين من خطاب قائد الأركان الجديد وهي الأولى النقطة الأولى لن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية وهذا ما نريده هذا ما نريده الشعب الشعب الجزائري يريد دولة مدنية وليست عسكرية وبالتالي أن يلتزم الجيش الوطني الشعبي الذي هو من أبنائنا وهو جيش وطني جيش جزائري من عائلات جزائرية ولم يأتي من الخارج وبالتالي نطلب من هذا الجيش أن يحمي الوطن من التدخلات الخارجية أن يلتزم بمهامه الدستورية كما قال قائد الأركان وهذا ما نريده بكل ساحة أن يلتزم بمهامه الدستورية والتي نصت عليه المادة 29 من الدستور أن يلتزم بالدفاع على الوطن على الحدود الوطن أما بالنسبة للانتخابات صراحة أن نقول أن الانتخابات حرة ونزهة وشفافة فلم نرى من النزاهة شيئا ولم نراها حرة ولم نراها نزهة وبالنسبة لنا هذه الانتخابات كانت مجرد عملية عملية لتمرير أو تعيين السيد تبون الذي كان يحضر له مسبقا بالمعنى الأصح أن النظام الجزائري يعمل الطبقات ويحضر جميع القرارات ويقرر ثم يلف ويدور ويحاول أن يجد الشرعية من خلال هذه الانتخابات أو من خلال الحوارات أو من خلال هيئة كاريم يونس أو من خلال السلطة المستقلة والتي اعترف رئيسها بأنه كان معين من طرف قائد الإرقام السابق وبالتالي كل العملية كانت مجرد مصرحية من أجل تعيين وإيجاد الشرعية لسيد تبون كرئيس للجمهورية ولم يتغير شيء كما قال المرقعة أطلق الله صراحة هو إن الرئيس المقبل معروف والسلطة تبحث فقط عن كيف تجد له الشرعية وهذا بكل صراحة ما وقفنا عليه طيب ابقى معنا دكتور يوسف بوشريم الأستاذ نبيل أسماعيل المحامية والناشطة سياسية تنضم إلينا عبر الهاتف أستاذ نبيل أسماعيل ما رأيك في خطاب شنغريح شنغريح اليوم يقول تم إحباط مؤامرة يضرب استقرار جزائر وتقويد أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها لمستنقع الفوضى والعنف والله السلام عليكم أجل السلام أجل سبق لي وأنا علاقت حول خطابات قائد الأركان السابق وأعتقد أن النظام السياسي الذي يحتاج إلى واجهة مدنية لا يريد أن يحدث القطيع مع أسلوبه وطرق الحكم لو كان قائد الأركان الحالي يتحدث عن ما يحدث من تهديدات على الجزائر خصوصا فيما يخص ما يحدث في ريبيا وفي دول الساحل أقول أن رغم خلف مهام الدستورية ويحمي الشعب من أي تدخل سياسي ليتفرغ للمهام النبيلة التي هي مهام تهدف إلى حماية الدولة لكن أن يعتبر أن ما يحدث في الجزائر من تغيير سياسي من انتفاض شعبية سلمية تهدف إلى إرساق الديمقراطية في الدولة وتغيير منظمة الحكم أن يعتبر أن الشعب ينتفذ ضد الدولة فهذا أمر غير مقبول لأن الشعب ينتفذ ضد منظمة حكم الدولة هي الشعب هي الشعب ثم الأرض ثم العلم ثم المؤسسات لا يمكن للشعب أن ينتفذ ليكون خطر على دولته هو ينتفذ ويطالب بحقه في تقرير مصيره من النحية السياسية الاقتصادية والاجتماعية أن يتم مقارنة مطالب الشعب بالتهديدات التي تتعرض إليها الجزائر فهذا ليس لائق هذا ليس مقارنة مقارنة نحن 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 أنه رأي معين رئيس دوري إذا كان هناك خطاب يوجده رئيس الدول الذي يرى وزير الدفاع لماذا قائد الأركاني خاطب إذا كان عنده خطة بشير العدوان على الجزائر فهذه الخطة يدرسها ويضعها مع الجيش الذي هو مفخرة للجزائر لأن عندما أتحدث عن الأرمي أتحدث عن هذه الدنود التي يرى في الحدود التي يخطروا بأنفسهم التي يخطروا بأرواحهم لكي يدفع الجزائر إذا كان هناك خطة للدفاع عن الأرض وعن الوطن فالخطاب يجب أن يكون موجه للجيش أما الشعب فالشعب يريد حل سياسي يريد أن يصل بالجزائر إلى بر الأمان من ناحية السياسية وناحية اقتصاد والاجتماعية لماذا نخلط شعبان في رمضان ونخلط المطالب الشعبية الشرعية نخلطها مع مخاطر جاية من خارج لا ولكن شنجريح حتى حدث يقول وبالنسبة للشعب أن الجيش الوطني تفطن المؤامرات وسير هذه المرحلة بحكمة وصبر وصبر من خلال مرافقة المسيرة السلمية وحمايتها من دون أي أنتراق أي قطر الدم ومرافقة المؤسسات مؤسسة الدولة والإسراء على البقاء في دل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية والانتخابات نازيها وأفرزت رئيس يقول أنه يحيي بعثها بالمناسبة في خطابه تحياته للجيش في إشارة إلى تببوريا الله في الحقيقة يا أخي أعتقد أن إن كان هناك إن كان هناك شخص صبر أو مجموعة لصبرت هو الشعب الشعب للصبر خلال عشر أشهر مسيرات سلمية وتعرض للمضايقات وللسجن وللاعتقال وللضرب وللإهانة وللشتائم ولكل الأسماء الرديئة سمي بها هذا الحراك وسمي بها الشعب من شرد ما إلى فئة مغرر بها إلى أشياء زد خارجية والله لا أعتقد لا أعتقد أن هناك عاقل يقول بأن كانت هناك مرافقة لمؤسسات الدولة وللدستور لقد توقف العمل بالدستور في تسعة جنوية عندما انتهت المهمة أو الكترة التي منحها الدستور لبن صالح توقف العمل بالدستور بقوة القانون بدليل أنهم استحدثوا لجنة لجنة تطلقين الانتخابات التي لا تعد لجنة دستورية هم وقفوا العمل بالانتخابات وقفوا العمل بالدستور باستبعاد عن الساحة وعن الحديث تطبيق المواد السبعة وثمانية هم وقفوا العمل بالدستور عندما أطحموا قيادة الجيش في السياسة من خلال الخطابات التي كانت تلقى من السكنات العسكرية هم أبعدوا الدستور من ساحة النقاش عندما بدأوا يقمع الشعب الذي طالب وقام بمسيحات سلمية للمطالبة بالانتلاق إلى دولة ثانية جمهورية ثانية أساسها وعمادها هو القانون هم أوقفوا العمل بالدستور عندما فرضوا على الشعب انتخابات لم ينتخب فيها الشعب أوقفوا العمل بالدستور عندما رموا برمز من رموز الثورة أنه يدخل ضمن رموز الثورة بنص المد 54 من قانون المجاهد الخزة خدرب يعتبر رمز من رموز الثورة بالمناسبة أنت أستاذة نبيلا بالمناسبة أنت من الفريق المدافع عن لخد البرج هل لديك من معلومات عنه عن وضعه الصحي الآن والله زرته ليلة البارحة زرته في المتشفى وهو يخضع لبعض تحاليل الطبية بس أمنوي تحاليل عملية جراحية ثانية ويؤسفني أنني عندما دخلت لرؤيته والله ما لقيته في وضعية جيدة حتى أني حاولت أن أسأل باش نشوف طبيب 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 اللي يشوف عليه ما لغو أضمام الحق عليه قبل تاروه بس لقيت حتى والله حتى اللون البشرة تغير لو الوجه تغير كان متعب والأخضر بلقعة من الأشخاص اللي عمرهم لا يشتقوا لا يقول لك وجعني هنا ولا وجعني هنا ولا وجعني هنا ولكن كي حاولت أن تحدث معاه عن ما يحدث تسألني عن الحراك عن ذكرى إغتيال عبان رمضان هل هناك هل هناك تجاوب هل هناك مازال للموبينيزاسيان طبع الحراك طمئنت وقال لي عن تعيين تعيين هذا الوزير الأول ولكن رحت له سؤال قلت له عن معنى ويستعو والله قال لي شيء ليس معنى بلشك فاش نقولها هل أغضبتني أو فاجأتني قال لي تلقيت تلقيت إختار بأنهم عادوا زادوا رصدوا لي الإفراج المؤقت وأنا أنا راني عدو في لجنة الدفاع عن خضر بوردعة ما ما تشاورناش ومعلبناش يكون حق هذا طلب الإفراج المؤقت ما لبناش يكون حق وهذا تلقى تلقى الرسل عن الإفراج المؤقت هذا الأمر أغضب 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 قال لي واشه من الأسن له وشه من دير في الحب 속 قال لي يبعتون من شارع و pila يخ communion يموت واشه من دير في الحب 속 إذن من التلاق من هذا ما اقول ر sobre مرافقة الشعب ر sobre ورا مرافقة مؤسسات الدولة ر sobre الحفاظ على سلامة الشعب وسلامة الدولة الحفاظ على سلامة الدولة التم بفضل هذه السلمية وأمام كل استفزازات اللي راهي توقع خلال المسيرة الأخيرة في عنابة في وهران في برج بوريج لماذا لا تبعثني بلطجية باش يخسروا للمسيرة ونجي تقلب لي هناك مسايرة للحراس أين هي هذه المسايرة إذا تم تعيين نفس رجال بتخليقة يعينهم تبون أين هو هذا التغيير الذي تم الوعد به في خطاب تعيين والترسيل تبون على رأس الدولة لماذا لا يخاطبون الشعب بالحقيقة لماذا لا يرتفعوا إلى لماذا لا يلحقون الفعل بالكلمة أو الكلمة بالفعل طيب يبقى معنا أستاذ نابيرا لو سمحت دكتور يوسف بوشري معودي لك تكون تقول انتخابات بالنسبة لك انتخابات غير شرعية بالنسبة لشنغريحة بالعكس يشكر الجهود التي بذلت لإجراء انتخابات بكل حرية وديمقراطية لا ماضح الانتخابات لم تكن نازية ولم تكن شفافة ولم تكن حرة بكل صراحة الشعب الجزائري كان رافض لهذه الانتخابات ونسبة المشاركة خارج الوطن وصلت إلى حوالي 8% أو أقل نسبة المشاركة في الجزائر ولو بعد التصوير وصلت إلى 39% النسبة العامة الشعب الجزائري لم ينتخب بصراحة هناك من انتخبه صحيح استعملوا بكل صراحة كل الطرق من أجل تمرير هذه الانتخابات نحن كنا ضد هذه الانتخابات لسبب بسيط أن لا يمكننا أن نغير النظام بتغيير الرئيس بتغيير الوجود الشعب الجزائري لما خرج يوم 22 فبري طالب بتغيير النظام تغييرا جدريا والتغيير جدري للنظام لا يمكن أن نغيره بتغيير الأشخاص فأأتي بمن شئت في مكان بوتفليقة لن يتغير شيء مشكلتنا سياسية ومطالبنا واضحة ولكن هي تقول دكتور بو شريم أستاذ نبيلة تقول نفس الأشخاص الذين كانوا مع بوتفليقة يعني الذي عينه بوتفليقة آخرهم بو زبوج الذي عينه بوتفليقة لمكافحة الفساد وتعرف قصة مكافحة الفساد في الجزائر يعينه جراد مديرا لديوانه جراد الذي كان وزيرا أو كان مديرا للديوان في الرئاسة الذي فيما فاجأ طبعا ما يسمى الباديسيين النوفمبريين بخطابه الممجد حتى لخالط نزار ولريضا مالك والتجاني هدام وغيرهم هو وزير أول ومحمد السعيد معروف باسم محمد السعيد وزير الاتصال في حكومة سلال وحكومة بوتفليقة ناتقا باسم الرئاس وهذا دليل واضح أنهم لن يجدوا أي واحد حر يمشي في خطتهم ودليل على أنهم لن يخرجوا من ضائرتهم المغلقة لأن هذا النظام معروف منذ نشأته أنه مغلق على نفسه ولا يقبل أي عنصر من خارجه وبالتالي لن يجدوا إلا من الحاشية والحاشية هي من الناس التي اشتغلت مع بوتفليقة أو مع غيره سلقا وبالتالي هذا دليل واضح على أن النظام هذا متهلك وفي نهايته ولن يجد أحرارا يتمشون معه خاصة ذوي الكفاءات وبالتالي واضح أن النظام هذا خلاصه كل الأوراق لأن كما قال محمد ماريس سيأتي اليوم الذي سوف لن يجد أي واحد هذا النظام أي واحد يمشي معاه أي معارضة تبرر أفعاله وبالتالي وبكل سنوات طيب سنعود إليك دكتور يوسف بوشريم إن شاء الله يكون الخط أوضح ينضم إلينا في النقاش إبراهيم غربي الناشط السياسي سيد إبراهيم غربي ما رأيك في خطاب شنجريح اليوم شكلا ومضمون من حيث الشكل الأستاذ نبيل إسماعي كانت تتساءل المفروض الآن هناك رئيس منتخب كما أعلن تبون تتساءل لماذا يستمر خطاب قيادة الجيش عام أنه في النهاية شنجريحة في أول خطاب له قائد الأركان يخطب يتحدث عن مؤامرة طالة الجزير وتم إحباطها شكرا أخي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولطاقة لقناتكم الموقع وبخلالكم تحية الإكبار ومجرد الإشارة الزائر الذي يقاوم وينظر ولن ينخذ بعض المباضرة للنظام ولا بخطابات الإزالية التي أعطناها منذ أكثر من حكم وتحية خاصة للشيخ علي بالحاد المقاوم نقول أخي الكريم لم يتغير شيء في هذا النظام لو كان أنت تغطي صورة هذه نفس الخطاب بتاع القائد صالح نفس الخطاب عشان قريحا نفس الخطاب من يأتي بعده هذا النظام اللي طامع فيه أمر أخي كان يقول هل بالعامية اللي طمعت سبولة في أمريكا الغنم واللي ينتظر الخير من هذا النظام كالذي ينتظر البغلة تولد ويقولوا عندنا مجرمان ميدين في القنطار هذا النظام هذا الحكم منذ طائر 68 حتى لا أقول منذ 50 والنظام هو نظام عسكري العسكر هم يغير الواجهات السياسية ويبدلوا جلدهم ويجدوا دماؤهم يعني واهم من ينتظر الخير من هؤلاء وأجب العجب للعجاب أن أصوات ترتفع اليوم هنا وهناك كانت بشحون يتحاوروا مع هؤلاء ومدعاهم للحوار هذا الواجهة السياسية الجديدة للعسكر وهو تقول هو اللي يكون ناطق رسمي باسم الجيش هلو اللي راحين يتحاوروا معه ويقول لهم بالله عليكم ماذا تغير اليوم بعد فزاعات الفزاعات من الفزاعين لفزاع الفزاعات الخوانجية بكريم والفيس والإرهاب والعصابة واليمرأة في فزاعات الأمن القومي والتحديد الخالي في كل هذا من أجل تخريف المواطنين وفرصية الأمر واقع لن يهددنا أحد لو كان يبقى الشعب ثانداً لجيشه لو كان يكون الشعب ثانداً لجيش داعه ولن يستفزنا أحد ما دام الحكم يكون نابع من إرادة الشعبية الحرة والأمة السيدة في الجبهة الداخلية إذا تمازكت هي كفيلة بردع كل من تسوي النفسه التعرض لأمننا وسيادتنا لكن إذا أصر النظام على عدم استماع إلى شعبه فهو عرضه للاكتزاز والمساومات وقد نصبح ويصبح وطنه لا أخي جمال وإن شاء الله من وصوش لهذا قدر الله فصرحاً لصراع القيوة الكبرى والمصالح تحمدوا على أرضنا وهذا ما نخشاه بما يجري في حدودنا الملتهبة شرقاً وغرداً حالا نقول كنا نبقى عن نقول نتكلم بسجميل سميقى الذي كانت وتظلت وتدابع دوماً عن الشرعية السياسية وعن سيادة الشعب وحقه بمواس مهامه بعيداً عن الوصايات والطفلين وهذا الأيام حاولة استقطاب المفضي أكيد إلى تنزيف الحقائق وتشويه الواقع السياسي نحن نحرص كل الحرص على مصالح الشعب وكينونة الدولة وإسفنرارها كنا ننتظر من هذا النظام أن يستجيب لمطالب الحراس وينبدد بذلك الشك والموخاوف وإعطاء الناس القريح يعني للناس للرجال اللي قد هوا مساء جادة لكن كانت قد تفضي إلى حل انتياسي توافقها الأقل تكون ثمرة انتخابات رئاسية والانتخابات تجنب المحلات المؤسسات وتحلل هذه الدولة لكن النظام العيض البداية راكي ورأت هو ما زال إلى يوم النساء بالخطابات في نسمعها وراه يمضي في غي ويبرهن للمرة ألف ويبرهن للنائمين هذا وهذا أصحاب الإرادة الضعيفة والهمم المتا أنه سيبقى دائما وأبد وفي لجوهر نهته لمعروف الإقصى والتهميش والمراوغة وشراء الضمم وثقافة التقيقية وزرع الفرقة بين أبناء الشعر الواحد هذا لا لشيء إلا من أجل تشدير الأزمات والتحكم فيها بدل ما يحلها والقلو يقفع لها هذا الوضع اللي رانا فيه راح يبدي البلاد إلى نفق أكثر ظالم رانا في نفق مظلم راح نقول له في نفق ظالمي أكثر من هذا والعيان بالله طيب ابقى معنا إبراهيم غربي لو سمحت تم اليوم أكملت سميرة مستوسي الشابة الناشطة حبسها لمدة ستة أشهر في سجن حراش وناشطين آخرين الذين حكموا وتهموا حتى بتهديد الوحدة الوطنية بسبب رفع الراية الأمازيغية نتابع جانب من خروج مستوسي من الحبس اليوم ثم نعود للنقاش اشتركوا في سجن حرج شكرا. شكرا لك على المشاركة، وشكرا لك من أكثر من هنا. شكرا لك أيضا، وشكرا لكم جميعا. شكرا للمشاركة التي تمتدع الوحيد في الطاقة التي تساعدنا duringهم تلك المدربة. شكرا للمشاهدة النجوات التي تقربون بشكل جيد. شكرا للمشاهدة الأخرى التي تقوم بنامها لها جدا. شكرا لكم سؤال كما يحلل ل الأكثر البيع منه لهم شكرا للمشاعدة الشرطين يحسر للمشارك الراحة شكرا للمشارك لا تنسى نتنسى مكوش المسرح والمتداد سنوات سمين سميناء الذي تحدي أدرينا عزق اليوم كمسين نتجلوا تناول عندي المصابة على قاتل المساركة ليس علينا إبسلمو ألا يمكنناها التالي. نيجحنا التقليل فيها تركيز الارجر، يمكننا أن نفرار نزيارة نحوال. المدينة لا يمكننا أكثر من لزيارة. قبل هذا النظر فقط تستكلمتنا لتحيرنا لن يكن في الحزن من سيارة كل هذا تحكمن تمثبها. عندما يوجه الإيجاني من المستغرافة ترجمة نانسي قنقر 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 ستة أشهر موقفة النفاذ ففي حتى هذه العقوبة اللي ما عندهاش أي أساس قانوني لأن حمل الراية الأمازيغية لا تعطبر بأي طريقة وبأي نوع من الأنواع مساف بالوحدة الرطنية وتقول لك هذه القرارات اللي حكم علينا عندهم موعد مع التاريخ هي دخلت دخلت التاريخ باعتبار أنها المرأة الأولى اللي حتقلت بعد جزاء الاستقلال وبمناسبة مسيرة سلمية ما حتقلت بس كانت تقصر ولا كانت تهين ولا كانت مست بمؤسسة دولة ولا حتقلت لأنها رفعت الراية الأمازيغية إذن هذه تعتبر وصلة عار في دولة تدعي أنها ضمنت كل الحريات في الدستور وهذا ليس في الدستور اللي راه يقولوا عني هاليوم أنهم مخرجوش من المثال الدستوري هذه أولا أما عن كيشو كيشو هذا أب أب لطفلة صغيرة يوم اعتقاله كان رافع كان دخل السيارة ما كان شمطة رافحها كان ماشي يروح للجامعة باش يصلي الجامعة تبعوه قالوا له حل طنوبيل حل الكوفر طنوبيل لقوا فيها ليس لقوا لقوا لافتة اكتبوا فيها أين حق حق الجامعيين إنحو العمل للمخضة إلى متى نطالب بحقنا في العمل بسكتنا إنجينيور هادي سيئة إنجينيور تغدين سيئة وكان يعتني بالأهل تعوه دون انجيكابي نهار نهار جاف في التحقيق كان عنده سؤال واحد شكون يقضي لبا ويما ما كانش يسأل على مكسو ولا وشوف الكلام تعوه اليوم قال لك هذا ظلم كيفش يحكموا عليا بتهمة خطيرة وهي تهمة المساس بالوحدة الوطنية والله ما غطهم الحبس وقال بينما الذين يحردون على التفرق من الجزائريين يتحركون بحرية وفي هذا الصدد على ذكر لخدر بورك أشار المحامي عبدالغنيبادي أن عائلته طالبت رفع دعوة ضدها النائبة في البرلمان نائمة صالحي التي تتهم بخطاب تحريض وآخرين لماذا لا يتم التحرك في رأيك أمام هؤلاء بينما يستهدف بورقعة وبومالا وكيشو ومسوسي لا يمكن أن تتابع هذه السيدة لأنها ألاسخ ممتلزية هذه حطوها وإنها مهمة رهيسي مهمة إنها في مهمة وتنسب المهام تحا على أحسن ما يرام وعلى أحسن وجه كيف لنا نحن نطالب بتحرير الشعب الجزائري أن ننزل بهذه القيم وأن نشبط المستوى إلى أن أرد على هذه هذه الآلة هي آلة آلة تراهية لا يمكن لأن أعتبرها شخص جزائري حر ينظم من أجل الحرية أنا نسألها فقط كيف تمكنت كيف أصبحت نائبة من بومرداز وهي توقيم في بعضها منذ أكثر من عشرين سنة كيف كون دن هالغ زيدان وكيف شدت مقعد بومرداز والناس بومرداز لنحترمهم ونقدرهم ونعجهم عمرهم ما عرفوها أنا نفتح هذا القوس نعود نغلقه لأن المقام المقام لا يسمح لي أن أتحدث عن هؤلاء الذباب الذين أعطيت لهم مهان تلقيق صمعة الجزائريين الأحرار ومنحت لهم نوع من الحصانة حصانة من المتابعة حصانة برلمانية حصانة من المتابعة ونرجع الكيشو ليقول بأن الذين يفرقون والذين يهددون الوحدة الوطنية راهم في البرلمان راهم في الوزارات راهم في المناصب العليا راهم 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 ويرحوا ليه هو يحرموهم من شرية لما راش يبكي عليها كيشو ما بكاش على شرية كيشو بكى على نوع التهمة للنفقوها له لأن المساس بالوحدة الوطنية هو أمر جده خطير طيب وهناك كذلك تهمة التي وجهت إلى برقعة ووجهت إلى شابة كذلك تقبعوا الآن في الحبس المؤقت في تليمسان الهدى القادبي تهمة الإضرار بمعنويات الجيش لا إله إلا الله لا إله إلا الله هل الكلام عن أشخاص بذواتهم لأن فيما يخص خطاب برقعة إذا كان الأمر يتعلق بخطابه أو بتلمات التي أدل بها في حصة الحوار فهو مقصد في الجيش هو يقول لك بأن الجيش الشعبي الوطني لا علاقة لي به أن رمين تحدث عن الأشخاص لرمين ورطوا الجيش في العمل السياسي هو يقول رمين سؤول وتحدث كشاهد كشاهد عن وقائع أراد أن يصحح التاريخ وأن يعيد الأشياء إلى نصابها ويلقى روحه يلف قوله تهمة مثل إحباط معنوية الجيش كيف وهو قائد قائد ناحية العسكرية الخامسة الرابعة كيف يجي يقول بالله هذا اللي حرر البلاد يتهجم على جيش هذه البلاد بالعكس بالعكس وأعتقد أنه لهذا الشخص لهذا المجاهد لهذا البطل الحق في أن يكون له محاكمة وأثناء هذه المحاكمة سيجهد التاريخ ثم الشعب أنه لم يهدف إطلاقا إلى المساف بمعنوية الجيش اللي قدسه وبالعكس بالعكس هو خاطب فئة معينة ويريد أن تكون له فرصة محاكمة ليوضح الأمر خصوصا وأنه أثناء التحقيق حتى الكلام اللي كان يقوله الكلام تاره اللي كان يقوله تم تحويله تم تحويله ودرونه عبارات ولا تصريحات وقال أني مجريتش بها طيب طيب بيبقي معنا أستاذ أستاذ نابلة لو سمحتي عادي لك دكتور يوسف بوشريم طبعا أنت تعرف أيضا الأخضر برقعة وتعرف فضي بمالة وعدد آخرين من المؤتقلين الذين سيأخذون 2019 في حبس هم الذين كانوا ضد منظومة فاسدة باعتراف بعصابة كانت تحكم بلد هم في الحبس بينما الذين كانوا يسبحون بحمد هذه العصابة ويخدمون هذه العصابة ويقسمون باستمرار أو ببرنامج فخامة رمز من رموز العصابة بوتفليقة يتصدرون المشهد ويصبحون رؤساء ووزراء بك صراحة مؤسف جدا مؤسف جدا خاصة ما سمعته من طرف الأستاذ على الحالة الصحية التي يوجد عليها عمي الأخضر برقعة شفاه الله وأطلق صراحه مؤسف جدا أن نجد مفكرين مثل فضي البمالة موجود في السجن مؤسف جدا أن يبقى كريم طابو سياسي محنك والمشكلة الأساسية لجزائر مشكلة سياسية أن يبقى في السجن مؤسف جدا أن يبقى سامير بالعربي في السجن مؤسف مؤسف حال الجزائر بكل صراحة نحن سمعنا ساميرا وتصريحها جميل جدا لما قالت إنهم لن يزيدون إلا عزيمة وإصرارا يجب أن يعرف هذا النظام بأن الشعب الجزائري لن يتراجع ولا يفكر في التراجع أبدا فما على السلطة إلا الاستجابة لمطالب الشعب الشرعية التي طلبها منذ 22 ففري وهي دولة الحق والقانون الدولة المدنية التي يحلموا بها دولة الكفاءات تكافؤ القرص الدول تبنى بالعلم يا ناس وليس بهذه التفاهات كفانة مضيعاتا للوقت كيف نريد أن نبني دولة ونحن في عصر التكنولوجيا وما زلنا نتكلم عن الأشياء التي الماضية مزالت عقلية تأستينات بكل صراحة عيب عيب كبير أن يكون علمائنا في السجون ونحن داخلين في 2020 حيث أعلنت المنظمة العالمية للتجارة الإلكترونية أن مداخل التجارة الإلكترونية ستتعدى ربعة تريليون دولار في السنة المقبلة والجزائر لا تملك منها شيئا وليس لها نصيب منها شيء وترتيب الجزائر في الإنترنت وأنت الخبير مرتبة ما قبل الأخيرة أفريقي نعم لأن الجزائر تبنى والدول تبنى بالكفاءات وبالعلم وليس بهاته التفاهات الجزائر تحتل المرتبة 173 عالميا من 176 في الأنترنت التابت الجزائر تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة في الأنترنت الموبايل المرتبة 138 من 139 عيب كبير بدول بحجم الجزائر تحتل المرتبة الأخيرة طيب أنا دكتور يوسف لو سمحت إبراهيم غربي أعودي لك إلى شأن المعتقلين بورقعة كريم طاب وابو مالة وسامير بالعربي وآخرين الحديث عن أكثر من مئة شخص معظمهم من مناهضين النظام تم توجيه لهم التهمة تهمة المساس بالوحدة الترابية علي بالحاج حر ولكن في سجن كبير ممنوع من صلاة الجمعات آخر اعتقال هذه الجمعات وحتى بالتعنيف في مقابل هناك من يرى بأن الجزائر يجب أن تعطى فرصة لتبهون وأن الأوضاع في حاجة إلى تحسين فقط وليس إلى تغيير شامل أخي جمال أولا نفرح لخروج هؤلاء المسيج وأنا السجين الذي قضيت في سنوات إطلاق فرح هؤلاء في الحق أنا شي مطلب هذا أمر من المخلفات الأزمة ما كان لدينا تسجين قبل سنين وعشرين يعني إذا بغاوا الخير هذه من المخلفات الأزمة لدي هؤلاء وتقول لي نعطوه فرصة تبوني أخي نقول ساعد نعطوه فرصة للشعر هذا النظام نحن نعطوه في الفرص طيب ربما استسمحك أستاذ إبراهيم وتكمل في الفكرة نسمع من يطرح هذا الرأي وسأعودي إليك واسمع معنا لو تكرمت ما يقوله مقري الذي يقول أنه يجب يعطى فرصة لتبون نستمع إلى ما قاله مقري وعود إليك أستاذ إبراهيم الحركة قد ذكرت الحركة يجب أن يكون إيجابيا يجب أن يكون مرافقا للإصلاحات يجب أن يرفع الآن شعار الإصلاحات ودعم الحوار ويعطي رسالة للجميع بكل حيادية يعطي رسالة للطبق السياسي يعطي رسالة للنظام السياسي بأن الحركة وجوده ومن أجل الإصلاحات من أجل التغيير السلس والانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية أنا أقول للحركيين ما تحققا من نتائج نثمنه وما لم يتحقق بإمكاننا تحقيقه ولكن يجب أن يخرج الحركة من الاستقطاب الإيديولوجي ومن الاستقطاب السياسي والعرقي ونشر الأحقاب والصراعات والشتائم يجب أن يخرج من حالة السربي هذه ويكون متحذرا بصوت عالي ومرتفع بكلمة واحدة الحراك من أجل الإصلاحات الحراك من أجل الانتقال الديمقراطي السلس الحراك من أجل دعم حوار حضاري جاد ومسؤول يساعد على الانتقال الديمقراطي إذا الحراك استمر بهذا التحذر واستمر بهذه الإيجابية واستمر بهذه القوة واستمر بهذا بهذا الأسلوب الحضاري فسيكون ضاغطا علينا نحن كذلك عن نظام السياسي يجب أن يكون حياذيا له رسالة رسالة إصلاحات للمصلحة العامة واعتقد بأن استدراك ما لم يتحقق يمكن استدراكه إذا كان الحوار على هذا النهج سيد إبراهيم ما رأيك طبعا بالإضافة قال بأنه مقري قال بأنه سنكون طرفا في الحوار إذا تمت الدعوة إليه وكما أن موقفنا من الحكومة الجديدة هو نفسه موقف من الرئيس يعني يجب إعطاء فرصة للحكومة ولتبون وستمعت ما قاله عن الحراق شوف أبريت نقول شوف أن نساهم القرأيس معنا نقول بالحوار هذا مبدأ فقال ما تمسكنا به نحن في الجبه الإسلامية وهذا ما عرف عنا بأحلاك الضروف التي مرلنا بها ونحن ندافع عن وجودنا ونصارع السياسة العزمية والاستئطال عندما ندعى إلى الحوار لا نضع شروطا ولكن عندما نذهب إلى حوار نقدمه نظرنا اليوم الجزائريين بحاجة إلى نشاط سياسي حقيقي أساسه النظال من أجل تحقيق مؤات هذا الشعب الذي انتظر طويلا وعانى كثيرا وعانى وبكى من الدين وهجية وسيستبدل الأدوار التي يدير فيها والمحاصصة بعيدا عن سرعيته نحن نقول باللي نتعامل نتعامل بالليدية ونحن نعرف يعاني الشعبي جيدا الشعب قال كلمته ووضع الخارطة السياسية بالسيارة الأطيلة ونظن أن الشعب قد غير تلك المعطيات إلى حد الآن حتى يفضل العكس يعني الشعب هو يثبتها بإرادة من الحرة ونحن مع الشعب أينما ولا وجاء يعني من قل الهرسي إذا ما حاسم ذاكرة بسبطوم أذن السعطة سرح قال لدينا مخاوف جدية من تزديد النظام نفته وأضاف إن النظام السياسي عندنا هو في يدها القوة وكل مرة تنتج واجهة جديدة والحقيقة يقول أن من يحكم البلاد هو المؤسسة العسكرية وهي من تنتج أنماط الحك وهذا ما جعل لا ننخلط في سعي الحوار لدعو لأننا لم نريد إضاء مشروعية سياسية على مثل هكذا مشروع وزاد قال يظهرني في الشروق قال ناجونا من المقطع أو لذلك بعد معادة مشاركتنا في الحكومة وقال أيضا وهو يذكر الحراك واهم من يعتقد بأن الحراك متير من طرف العلمانيين وهو قوي بشعبيته المتكونة من جميع أطياف المجتمع أنقلوا له اليوم في الحقيقة نحن في شارع والشعب في عامة مخلوع من حماس هذه كانت مع المعارضة ولكن هي موقعها الطبيعي مع النظام ها هي اليوم تعود إلى أصلها هذا وش تغير باش هذا هذا النظام ويقول له يا أخي كريم يا نظام ما عليك إلا تغير خراح المساجين وبتبع المجال الكياسي والمجال الإعلامي ويروح والحوار نبقى في احتوى ونخرج لذي من هذه الورطات طيب للأسف كالمفروض يكون معنا ناصر حمددوش القيادي في حركة حمس ليرد على كلامك ولكن ربما سأخذ مكان حمس قد يقول يستمع إليك سيد إبراهيم يقول لك أنت كنت رئيس بلدية انتخبت في زمن الفيس قيادي في الفيس ولكن حمس على الأقل لم تشارك في الانتخابات هناك قيادي سابق في الفيس يفتخرون في الفيسبوك بأصبعهم بالحبر أنهم انتخبوا ويرون مقاربة أخرى أنه يجب الحوار ويشيدون بالقيادة الحكيمة للجيش ويبكون حتى قيد صالح وأن الحوار هو الحل وأنه يعطى فرصة للحكم الجديد ما رأى ما رده يا أخي جمال هذا كفان الله وشرح هؤلاء هذو كانوا هما مأتات الجبهة الإسلامية وهم كانوا أهل الله ينفذل على الجبهة والحمد لله اللي يربي ظهرهم للشعب واتهنين منهم إلى الأبد فهؤلاء من طينة هؤلاء يعني هذو كانت رح في أصلهم كلهم ترباوا في هذا الأخوانجية هذا وترباوا على هذا هذا التملق وترباوا على المحاصصة وترباوا على المطالع هنا نعرفهم هم أسدقائنا ودرسوا معنا في الجامعات ونعرفهم إذن هذا المسألة التحين هو لو كان ما شاهد في مصر الحظ فمصر الحظ أنه يبقى مع الحراك كان باقي مع الحراك ولكن بطريقة محتشرة ومنا مشوا تحدى واحد منهم في الحراك وملايين يكون على كل حال من المناظرين باش يزول الحراك ونتحدى يجوا يقولوا ها مناظرين وهم في الحراك هؤلاء داروا داروا وحدة يعني طاكتك طاكتك يقل نول يوم عندما ادعاهم هذا النظام أنا نشاول نسألهم ماذا تغير يصير طومبر اتطرح تقول هذا النظام يجدد نفسه ها هو النظام الجديد ونفسه بنفسه ويدعاك للحوار وسيذهب مهرولا وهذا الحوار ما هو إلا يشاورهم في الحصة لأطلهم يعني الكوط اللي رح يدو هولى المطالح والانتيازات ليس إلا وراهم ينقلها والشعب رايس محا والله غير هؤلاء يعني طلهم يرحوا ينجلوا عند أبواب وكش ما يطلهم مثلا ولا ما نظمش يطلهم لأن النظام أدرك حقيقة من يمثل هذا الشعب أدرك من هو في الحراك والحراك هو عصي على هذا النظام لا يفنح هذا النظام في زرع الفتنة بين أبناء الشعب فكل ما قام به دور عيدين نتيجة عكسية وبهذا المناسبة نقول هذا النظام اللي يبغى يسرق منطقة القبائل على الجزائر كلها فمنطقة القبائل العصية على هذا النظام ولن تقتل الجزائر من منطقة القبائل وستبقى تلعى بإذن الله ستحصن فيها القيم والأخلاق على ذكر ماذا عن البعد الإديولوجي طبعا هل بدل بعض أنهم مصدومين من تعيين جراد واكتشاف في حسابه على تويتر أنه الرجل يعتبر رضا مالك جمهوري كبير وخالد نزار ورضا مالك مدرسة والتجاني هدام من نفس الخطاب الذي من نفس التيار الذي كان يقول لا ننتخب مكره في القبائل بكل صراح يعني للأسف هذا خطاب البعض وننتخب مكره في العلمانيين ودد الجنفيين والزواف ضد الإنقلابيين والقيادة الباديسية النوفمبرية ليست قيادة كابرانات فرنسا التي انقلبت في التسعينات ما رأيه يا رسول هذا نظام المتفليقي بيس يعني العفابة المتغلبة هي لرقائمة هي متفليقة بيس والله سميها النظام يجدد نفسهم ونقول للعبيد هذا إخواني لكنا نحتار بهم ولو كالعبيد هم الظواف خلينا خلينا ما لا نقع لك لا نقع في نفس خطابهم يعني نترفع في الخطاب رجاءنا أخي برأي ولكن أخي جمال عندما وعد ولا يشتم خاوة يقول لك أنتم مبرزعين من طرف العلمانيين ها هو الزواف وها هو العلماني يتربع على عرش الحكومة وانت ما كاش لينظر لي والله لن ما يدرون الاسترهاب العامي ما يدرون احتقرام قيمة لأنه يرى أنهم عبيد مكتدعهم يجروا تكون يكونوا رجال يعاوز يولوا للحراك ويقوموا للحراك والحراك هو الضامن لهذا وهو هي البوصلة التي تبقي البلاد في اتجاه صحيح وإلا عادي يولي نظام أكثر شراء صنديكان ونظام يستعبد هؤلاء أكثر مما كانوا عليهم إبراهيم غربي كنت معنا عبر ناتف من الجزائر وطبعا ونضع بالقوصين التعبير الذي استعملته يعني نرحب كل أراء ونترفع عن كوعا ربما مثل هذه التعبير من الجهتين من هنا ومن هناك عزدين تومي نشط سياسي انضموا ليلة عزدين تومي كيف يبدو لك المشهد اليوم خطاب أو الخطاب لشنغريحة يتحدث عن إحباط مؤامرة إطلاق سراح موسوسي وأيضا ناشطين آخرين هادي كيشو في مقابل استمرار حبس كريم طاب الذي تعرفه والذي رفد طلب إطلاق أو الإفراج المؤقت عنه مساء الخير أحييك أخي جمال وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي كل متتبعي قناة المغاربية وأشكركم على هذه الاسترافة في الحقيقة يعني لو أول خطاب خرج به رئيس الأركان أو ما يقوم به الرئيس تبون إلى غير ذلك من تعينات إلى غير ذلك هذا لا يشكل مفاجأة ولم يأتي بجديد نحن نعرف أن النظام والسلطة تلعب في دورها كما ينبغي بعض الأحزاب السياسية التي تريد تموقع تلعب دورها أيضا فعلينا نحن على الطورة أن تلعب دورها كما ينبغي فكل هذه المؤشرات الموجودة في الساحة السياسية اليوم تقول أن هذه السورة كانت على حق عندما رفضت كل هذا المخطط لأنه يوم بعد يوم نلاحظ أن إعادة إنتاج النظام إعادة تمركز بعض الأشخاص هو استنساخ لنفس منظمة بوتفلقة التي هي في الواجهة اليوم فكسر وإنه ملايين جزائريين تطالب بالتغيير وعندما ملايين جزائريين يرفضون البهزلة الانتخابية عندما ملايين جزائريين يخرجون يوم 13 ديسمبر يقولون نحن لم ننتخد فيخرج لنا رئيس غير الشرعي بدون شرعية شعبية ويريد أن يعطي صورة أنه سوف يكون جديد وبعض الأحزاب كان جبهة تحرير وطني وتجمع الوطني الديمقراطي لن تكون في خارطة سياسية نحن نعرف منذ زمان أن هذه الأحزاب ليست بأحزاب سياسية فهي شبكات فهي عصابات يستعمل هالنظام بغض النظر على التسمية كحزب سياسي أو الشعار من السطح فقط ولكن في الحقيقة ليس لها لا بعد في المجتمع لا بعد سياسي لا إلى غير ذلك فهما الشبكات يستعملها النظام كشبكات ثم يطلق عليها التسمية فهذه التفاهات التي يقومون بها وتعين بعض الوجوه كأنها وجوه جديدة ولا تنظر في حصلة حياتهم تجد أنهم في النظام منذ زمان بعيد وهما في نفس النظام وفي نفس المنظومة أكيد أن اليوم تفكير يذهب إلى أخي صديقي كاريم طابو الذي مازال في العزلة يعني مازال في العزلة بعد عشرة أشهر من النظام بالملايين مازال مازال رجل من أخيار رجال الوطن ككاريم طابو الذي أعطى منذ صغره النظام كله من أجل ديمقاط والحريات يقبع اليوم بسجن قلعة وفي عزلة كأنه صرق الملايين كأنه نهب أموال الشعب كأنه تاجر في المخادرات كأنه يعني وقع بجرم أو ما يشفي ذلك هو فقط قال رأيه هو فقط أبدأ يعني أبدأ اعتراضه لمشروع لمخطط كان يطبقه النظام بالقوة بفرضه بالقوة وفرض أمر الواقع على الشعب الجزائري من أجل استمرار المنظومة وأكيد يعني ليس وحده عمي الخضر برقعة فوضيل وسامير وكل الشباب الموجودين اليوم في السجون ويقول أنا لا أنتظروا شيئا من هذا النظام أكيد النظام يلعب دوره دوره هو البقاء البقاء النظام يبقى ويحاول يستمر إبراهيم غربي يقول أنه تمانا في الحراك بدون الحراك سيكون نظام سيعد نظام أكثر شراسة ما رأيه أكيد هو يعني نحن حذرنا من الوين وين الأخرى قلنا أن صحيح أن حرب العصابات كانت في صالح الثورة ولكن لا يجب أن نستبدي العصابة بعصابة أخرى لا تؤدي بنا إلى ديكتاتورية أكثر مكانت لماذا لأن لقدر الله لو فشلت هذه الثورة ستقوي أكثر أعداء هذه الثورة والذين هم اليوم على رأس هذه الثورة المغادرة أكيد ستقويهم ولكن نحن نقول أن النظام ما زال يعاني من نفس الأمراض ومن نفس العيوب ما زاله يعاني من حرب العصابات من الداخل أزمة ثقة بينهم كبيرة ما زال يعاني من الشيخوخة السياسية والجسدية والعقلية والمنطقية إلى غير ذلك ما زاله يعاني من عدم الشرعية ليست له شرعية فنظام بدون شرعية سلطة بدون شرعية شعبية لا تستطيع أن تذهب بعيدا مهما حصل أما هذه الأحزاب التي اليوم تقول أنها متفتحة وأنها الذي يريد أن يبيع ذمته أن يبيع مبادئه فهو حر في ذلك فليبيع ما يشاء ولكن الثورة ليست للبيع هؤلاء الأشخاص نفسهم كانوا في الماضي القريب يبحثون عن مخرج لبوتفليقة ولألبوتفليقة وهذا هو يعني بلسانه يقول هؤلاء الناس يقولون فاليوم يجب على الأحزاب السياسية أن تتعلم الدرس السلطة لم تتعلم الدرس من هذه الثورة فالأحزاب السياسية هناك الكثير منهم لم يتعلم الدرس اليوم الشرعية الوحيدة والمنطقة الوحيد والفكر الوحيد الذي يستطيع أن يذهب بنا إلى المستقبل وليكون جسر بين جزائر اليوم وجزائر الغد هو هذه الثورة هذه الطاقات هؤلاء الشبان هؤلاء الصحفين الأحرار هؤلاء المثقفين الجامعيين الذين كل جمعة وكل ثلاثة يطالبون بالتغيير شكرا جزيلا لك عزديد تومي الناشط السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر سؤال أخير والوقت يضغط علينا أستاذة نبيلة في خضم هذا تبون وجراد موقع ألجيغي أوبسارف أوبسارفاتر يكشف بأنه ما تم تدوله حتى على الفيسبوك عبر العنوين المؤسسات الجزائرية والمتوفرة على موقعها يكشف بأنه ابناء لابني جراد هشام وجراد تارق وتبون خالد الموجود في السجن مربوط بقضية البوشي هم شركاء في شركة اتصالات بط تلكوميكاسيون بط مرأيك ما دلالات هذا أن يتم ظهور هذا في يتزامل مع إعلان تبون تكليف جراد بتشكيل الحكوم الدليل على وجود سراع في القمة هناك سراع بين كتل يحول تقطل الجزائر هذه من جهة من جهة ثانية ولا نستذكر ما قلت حسينة يتحمد الله يحمد اللي كان يقول بأن الجزائر لالجريت ساغل شركة ذات مسؤولية محدودة لها عدة شركاء الجزائر يحولوها إلى ساغل كلهم شركاء فيها وكلهم حسب النصيب يدخل به تشريك في مقطع من مدخلة ديسكوغ تعمطري واستذكرني كذلك بمقولة لحسين أيض تحمد اللي هو مدرسة مدرسة في الأخلاق ومدرسة السياسة ومدرسة في المدرسة السياسية في التحليل السياسي واش كان يقول حسين أيضا كان يقول السلطة السلطة وصلت وصلت بها الجرأة إلى أن ابتكرت معارضة معارضة السلطة خلقت لمفتها معارضة هذي الشخص اللي كان الذي اختفى اختفى من المنظر اختفى في حراك ما شفناه ما شفناه هذا وين عنده منظرين عنده منظرين إلا أمام الشاشات وكي قربوا للدركسيون بالصح في المواقف الأقدم الشعب وأمام الشعب لمرافقة الشام مش فناش ولكن كي كان الشك حول حدوث أو عدم حدوث الانتخابات ضربها حشك كوشفوا ما كان لا تعليق لا كلام لذي الآن وين عنده رئيس الخطاب ستغير وين يقول أننا الحيرات يجب أن يتحاور ونرافق أولا ما كاش هذا اللي تعين هذا التبول اللي تعين من طرف قائد الأرتان هذا اللي تعين ما نباش للحوار ما زال ما قاش الحوار ثانيا مجرب تعين رئيس دولة بس ما قلش الجمهور لأن الجمهور لم ينتخب لم ينتخب يبدو أننا فقدنا نبيل اسماعيل على كل نشكرك جزيل الشكر المحامية والناشطة السياسية نشكرك جزيل الشكر ونعتذر على القطاع دكتور يوسف بوشريم فيما الحراك الشعبي مستمر يعني ويستعد للثلتاء الخامسة والأربعين ربما استمعت لمقر وما يقول هو دروس التي كما تهم بأنه يقدمها لحراك التوهمة مقري بأنه كان أصلا يحدر من الخروج إلى الشارع قبل 22 فبراعين والله اسمعت التصريح لأخ مقري بكل صراحة فجأني مفاجأة كبيرة لأنه يتهم بكل صراحة الحراك أنه يجب أن يبتعد على السلبية المتمثلة في الإيديولوجيا والجهوية أين وجدت يا سيد مقري الشعب يتحدث على الإيديولوجيا أو على الجهوية وأنا خرجت في الحراك منذ بدايته لم أسمع ولا في ولايات وشاركت في عدة ولايات لم أسمع يوما منابات بالجهوية ولا بالإيديولوجيا عيب ما يقال بكل صراحة من طرف رئيس حزم معروف ويمتلك قاعدة شعبية لا بأس بها عيب بكل صراحة ونقول له بأن الشعب الجزائري هو الذي طالب بالسلمية ولكن النظام يستعمل العلم الشعب الجزائري هو الذي ينادي بالوحدة الوطنية والنظام هو الذي يدعي إلى التفريق ويعيش على التفريق ويعيش على العنف بكل صراحة الشعب الجزائري سلمي ولا يحتاجك يا سيد مقري حتى تملي عليه إملاءاتك نعلم أن هذه الطورة تجاوزت كل الأحزاب وتجاوزت كل التنظيمات السياسية وكل الطبقة السياسية لأنها ببساطة في آخر المطاف هذا الشعب وجد نفسه يتيما ليس هناك أي حزب يحسنه ولا جمعية تتكلم باسمه ولا قضاء ينصفه ولا ولم يجد إعلام يوصل لصوته وبالتالي ولا حكومة تلبي مرارباه الشعب الجزائري هذا دخل معركة من أجل الحرية وهو مواصل فيها ولا يحتاج لأي أحد أن يملي عليه ولا يحتاج لأي أحد أن يقول له ماذا يفعل نحن متجهون نحو هدف وهدف واحد وواحد وهو تحقيق ضولة العدالة والقانون فقط نحن نريد تحقيق دولة ديمقراطية نريد ترك لهذا الشعب أن يختار ممثله بطريقة ديمقراطية وبطريقة سلمية وبطريقة شفافة لا نريد أحدا أن يمل علينا ماذا نفعل بكل صراحة هذا الحراك ليس مهكلا وليس منظما وليس ممثلا وبالتالي ليس سيد مقره هو الذي سيملع علينا الحراك مستمر والطلب الجزائريون غدا بإذن الله مستمرون في الضغط على هذه السلطة الحراك ليس حزبا سياسيا حتى نوجه له اتهامات الحراك ليس حزبا سياسيا حتى تكون له إيديولوجيا واحدة الحراك الشعبي ليس حزبا سياسيا حتى تكون له توجهات واحدة سياسية الحراك الشعبي يمثل جميع الجزائريين من مختلف التوجهات من مختلف التيارات من مختلف المشارب خرج لهدف وهو دولة القانون دولة العادلة دولة ديمقراطية دولة مدنية وبعد ذلك سوف يتسارع ويتنافس المتنافسون في اختيار ممثلهم من الإديولوجيات من التوجهات من الأفكار المتعددة ومحاولة التنافسه لما يفتح الإعلام وتفتح الساحة السياسية وهذا ما نريده أما الآن فلا إديولوجية لهذا الحراك ولا توجه علمي ولا ديني ولا توجه ثقافي لهذا الحراك الحراك عنده مطالب سياسية واضحة وواطنة جدا من المفروض على السلطة وعلى جميع هذه الحزاب والطبقة السياسية أن تبارك هذا الحراك لأن هذا الحراك بكل صراحة فك عليهم غبن كبير نذكر أن الإحصائيات تقول أن في سنة 2018 كانت هناك أكثر من 6500 بؤر التوتر على المستوى الوطني ذات طابع اجتماعي مطلبي ولكن بعد مجيء الحراك سنة 2019 سجلنا حوالي 90 بؤر التوتر بمعنى أن الشعب الجزائري محاك كل المطالب الاقتصادية والمطالب الفئوية وتوجه مباشرة إلى مطلب سياسي رائع جداً يريد الحرية يريد الدموقراتية لم نرى أي بؤر التوتر تطالب بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية وهذا شيء رائع يجب على السلطة أن تشكر الحراك عليه دول صراحة لا يمكن لأي سلطة في العالم ولا لأي دول أن تشتغل وتطور الاقتصاد الوطني بعيداً عن المشاكل والمعارات والمطالب وبؤر التوتر كما زرعها الشعب الجزائري ومحا كل بؤر التوتر وركز فقط على المطالب السياسية في كل جمعة وفي كل تلتاء بطريقة سلمية بطريقة حضرية أسمعوا لهذا الشعب أسمعوا لهذا الشعب لم تكون من جميع الفئات هذا الشعب لم تكون من العلماء ومن المتقفين يوسف بوشريم هل أنت معنا أشرت إلى هذا البعد أشرت إلى بعد هذا التوحيد لهذا الحراك البعد الوحدة ولكن واضح أن هناك محاولة وخطاب تفريقة محاولة تفريقة بين الجزائرين بمحاولة اللاعب على النعارات الجهوية وحتى الإثنية في مقابل صمت نخبة وتواطئ بعضها مع هذا المسعى لتفريق الجزائريين أليس الحراك فرصة تاريخية وتوفرت للجزائر لإحداث هذه النقلة وتحقيق ما تطمح له الجزائر وما يطمح له الجزائريون فعلا 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 براكلاو فيك إذن هذا الحراك يجب أن نشكره بكل صراحة والله أنا شخصيا لا أحس بالوطنية وبالانتماء لهذا الوطن وبالاعتزاز إلا يوم الجمعة والثلاثة في الحراك لماذا؟ لأنني أجب كل التيارات وكل التوجهات وكل المشارب تتكلم وتتحاور فيما بينها وأنا شخصيا لم أكن أعلم شيئا من هذه السياسة وتعلمت أشياء كثيرة بكل صراحة الشارع الجزائري والحراك الجزائري أصبح مدرسة نتعلم منها يلتقي التلميذ مع أستاذه ويلتقي الطالب مع دكتور ويلتقي المريض مع طبيبه ويلتقي الشيخ مع ابنه والأم مع ابنها في هذا الجو الأخوي المتحدر بكل صراحة هل هذا الجو الذي يزعج الذين يريدون إرسال البلطجية مثلا مثلما حدث في الجمعة الخامسة والأربعين لضرب الحراك طبعا يزعجهم لسبب بسيط لأن النظام يعيش على العنف وهذا الحراك يتميز بالسلمية النظام يعيش على التفريقة وخلق النعارات هنا وهناك وهذا الشعب تمسك بوحدته الوطنية النظام الجزائري يعيش على خلق بعبع خارج وبعبع عدو لتخويف الشعب والشعب الجزائري فاق به بكل صراحة الشعب الجزائري أصبح يعرف النظام هذا تمام مثل ما يعرف جيبه بكل صراحة كل هذه الأشياء تجعجهم صحيح لأن الوحدة الوطنية من المفروض يجب أن نفرح للوحدة الوطنية لا يمكننا التغلب على المشاكل الخارجية ولا المشاكل السياسية ولا المشاكل الاقتصادية إلا بالوحدة الوطنية وتماسك الشعب لا يمكن أن نبني وطن في تغييب فئة معينة كانت كبيرة أو قليلة من الشعب الجزائري لإذا أردنا بناء ذولة يجب انخراط الشعب الجزائري كله في عملية البناء كلنا معنيون وهذا وطننا وهذا وطننا يجب أن نساهم في بنائه كيف نريد أن نبني جزائر الغد التي سترتقي إلى دول العالم المبنية على التجارة الإلكترونية وعلى المدن الدكية وهذا السؤال ربما الأخير هل يمكن للذين فشلوا في نقل الجزائر إلى هذه الجزائر الجديدة يتحدثون عن الجمهورية الجديدة هل يمكن لمن فشلوا عندما كان السعر برميل ب150 دولار ومئتين مليون في احتياط الصرف وتم إنفاق ألف مليار أن ينجحوا مع التحديات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تحديات الخطيرة فعلا مع تآكل احتياط الصرف برك الله فيك يا أستاذ الجزائر لا تملكوا اقتصاد ما هو الاقتصاد؟ الاقتصاد هو عبارة عن نشاط بشري يساوي إنتاج زائد استهلاك زائد توزيع زائد خدمات ليس هناك أي إنتاج في الجزائر الجزائر بلد مستهلك الجزائر يبيع البترول ويشتري الأكل واللبس الجزائر تقوم بعملية تجارية بسيطة تبيع ما تستخرجه من باطن الأرض وعلى ذكر البترول لم يعود البترول مربح للدول العالم لم يعود البترول ترتكز عليه دول العالم يا ناس الناس ترتكز على الطاقات البشرية لأن الكفاءات البشرية هي مصدر للدخل وليس العكس وليس الأموال التي تأتي بالكفاءات الكفاءات هي التي تأتي بالأموال نعطيك مثال بالنسبة لهذا الهاتف المقال مثلا والذي أصبح هو عبارة عن كومبيوتر متنقل سعره في السوق العالمي حوالي خمسين دولار ألا تعلم بأن المادة الأساسية التي يصنع منها هذا الهاتف لا تتعدى عشرين دولار والباقي حوالي أربعمائة وتمانين دولار عبارة عن دكاء بشري واختراع بشري كي هذا الهاتف الذي يسوي خمسمائة دولار هو ما يعادل عشر برميل بترول للبترول الجزائري الذي نستخرجه من فاطن الأرض ونستعمل كفاءات أجنبية وخبرات أجنبية وندفع عليها بالمال ويبقى أستاذ يوسف بلغة الأرقام برميل البترول أرأى برميل بترول أرخص من برميل كوكاكولا وحتى بعلام حمود بلغة الأرقام شكرا جزيلا لك على كل دكتور يوسف بوشريم الخبير في تكنولوجيا الاتصالات والناشطة السياسية شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة مني ومن كل الفريق أجمال التحايا وذكر أن ناصر حمددوش القيادي في حركة مجتمع السلم البرلماني في حركة مجتمع السلم اتفق أن يشارك معنا ولكن للأسف الزمالة حاولوا الاتصال به كامل مرة ولم يفلحوا في الوصول إلى حق الرد مكفول طبعا لحمس لحمددوش لأي شخص ذكر اسمه في النقاش مني ومن كل الفريق قجمال التحايا إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى